دخل كثير عزة على عبد الملك بن مروان فلما رآه استحقر شأنه لقصره فقال له عبد الملك أنت كثير عزة قال نعم قال أن تسمع بالمعيدي لا أن تراه فقال يا أمير المؤمنين كل عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي السناء ثم أنشأ يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل البزات ولا السقور خشاش الطير أكثرها فراخا وأم السقر مقلاة النزور ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأسرمها اللواتي لا تزير وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير ينوخ ثم يضرب بالهراوى فلا عرف لديه ولا نكير مقودا للصبي بكل أرض وينحره على الترب الصغير فما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير فقال عبد الملك لله دره والله إني لأظنه كما وصف نفسه